موسيقى سيدنا الكرام اهلا بكم في برنامج مواطن اليوم بعد معركة ديبلوماسية مشهودة تمكن المغرب من استعادة مقعده ضمن منظمة الاتحاد الافريقي حركية ديبلوماسية نشطة قادها الملك محمد السادس عن امتداد شهور لا بل طوال سنوات مديدة افضت الى تبوئ المغرب مكانة متميزة في محيطه الافريقي كشريك معتبر في قضايا التنمية والتعاون جنوب جنوب والدفاع عن قضايا القارة وما اكثرها وابتداء من الثلاثين من يناير المنصر كعضو في الاتحاد الافريقي كان هذا عمل ديبلوماسية فماذا عن الاقتصاد وماذا عن الديبلوماسية الموازية اين هو موقع المجتمع المدني والمنظمات النقابية والاتحادات والاتلافات والمبادرات في تعزيز الشراكات بين المغرب واشقائه الافارقة اي دور للمجتمع المدني في توثيق علاقات التعاون وفي نقل الخبرات التي راكمها في مجالات التنمية الى فضاءات اخرى في القارة الافريقية كيف يتصور الفاعلون المدنيون ادوارهم في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة ومن اين السبيل الى تفعيل دور مؤثر للمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين ضمن مؤسسات الاتحاد الافريقي اهلا بكم في مواطن اليوم لمناقشة محاور هذا العدد يسرون ان نستضيف هنا في الاستوديو الاستاذ عبدالعالي مستور رئيس منتدى المواطنة اهلا بك اهلا بك اهلا بالمشاهدات ومشاهد الكرام اهلا بك ويسرنا ايضا ان نرحب بالاستاذ الحسن العسيبي الاعلامي والكاتب الصحفي اهلا بك مرحبا ونرحب كثيرا بسيدة زكية السقاط عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اهلا بك سيدتي شكرا شكرا اهلا بكم وبداية نتوقف مشاهدنا الكرام مع عينة مركزة من اراء الشارع حول عودة المغرب للاتحاد الافريقي بداية العودة ديال المغرب هي خطوة كانت جد مهمة وكانت مدروسة من طرف الملك محمد السادس بحيث انا العودة ديال المغرب غديت تشكل واحد الاهمية للمغرب ولا الاتحاد الافريقي اعتقد ان المغرب يعني عادة لبيته الافريقي هذه العودة كانت عودة مدروسة يعني صاحب الجلالة قاد فريق ديبلوماسي كبير الافريقية قبل العودة المغرب عودته يعني لم تكن عودة عادية عودة بمشاريع اقتصادية مهمة كذلك يعني ستعود بالنفع سواء للمغرب ولا البلدان الافريقية كذلك من المتوقع ان هذه العودة ستخدم قضية الصحراء المغربية بشكل كبير وذلك لان المغرب سيدافع على قضيته هذه المرة من داخل الاتحاد الافريقي اولا بالنسبة لانضماء المغرب لالاتحاد الافريقي هو بطبيعة الحال شيء مهم بالنسبة للمغرب سيساهم في خلق علاقات سراتيجية وكما اشار الى ذلك جلالة الملك محمد السادس في عدد من الخطابات في اطار شركة رابح رابح او ما يسمى بجنوب جنوب وبالتاليب فبعد انسحب المغرب سنة 1984 من الاتحاد الافريقي ها هو اليوم يعود سنة 2017 بعد خطاب جلالة الملك الذي كان خطابا يعني مجدن الى جميع القادة والزعماء الافريقي طبعا يعني عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي هي يعني خطوة اساسية وجد مهمة للمغرب الى البيت الكبير وهي عودة في دل يعني مجموعة من السياقات التي يوجد في الاتحاد الافريقي مجموعة من التحديات السياسية وتحديات استراتيجية يعني على المغرب ان يساهمه وكذلك في هذا السياق ونظن بانه يعني نلاحظ بان المغرب اصلا انتهج سياسة جد قريبة من افريقيا في الاويناء الاخيرة والتي سوف تمكنه مستقبلا من ان ينعب يعني دور بارز واساسي في هذه القارة ذا نبدأ معك سيدة زكية سقاط كيف واكب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاع الخاص بشكل عام هذه العودة عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي شكرا الاتحاد العام لمقاولات المغرب في العشر سنوات الاخيرة كان عنده سيمام كبير بافريقيا بصفة عامة بحيث انه اشتغل كثير على مشاريع مع افريقيا الشمالية يعني المغرب العربي رغم ان هذا الاشتغال معطاش نتائج قوية خصوصا على ان المغرب كيترأس الان الاتحاد للشغالين المغاربيين منذ 2014 فكان على العاتق دياله انه يقوم بعدة مشاريع وعدة دراسات وعدة في النتاق المغرب العربي واللي كان من المفروض انها تصفي الواحد المنطقة حرية مشتركة مغربية الا انها لحد الان رغم ان وزراء التجارة لتلك الدول وقعوا على هذا الاتفاقية بالحروف الاولية ولكن لحد الان لم ترى النور كذلك في هذه العشر سنوات الاخيرة كان الاهتمام كثير بالدول الافريقية الاخرى وتقوية العلاقات مع تلك الدول الاتحاد العاملي وقاولة المغرب كما يعرف الجميع انه وكب جميع مرافق صاحب الجلالة لسعر الله في كل الجوالات اللي قام بها في جميع الدول وفي كل هذه الجوالات كانت يكون مصحوب بكتلة من ناس الاعمال من شركات كبرى ومن شركات صغرى ومتوسطة لان الشركات الكبرى اولا لا تحتاج لمن يقودها الى افريقيا فهي متواجدة في افريقيا منذ التسعينات ولكن الاتحاد العاملي من قاولات المغرب يعني على العاتق دياله على انه يواكب ويشارك ويجعل على ان الشركات الصغرى والمستوسطة الآن تقود واحدة تتقاف افريقيا وتحاول على انها تستفد من هذا الانضمام للمغرب الاتحاد الافريقي سنفصل في هذه النقاط كلها استاذ الحسن العسيبي هل كانت المتابعة والاهتمام في مستوى هذا الحدث كما تابعته انت؟ تقصد مغربيين؟ على المستوى المغربيين الفاعلون المدنيون الاعلاميون المثقفون هل كانت في مستوى الزخم الذي تقتضيه هذه العودة؟ انا اعتقد على ان باش نربطوه حتى بتصريحات اللي استعملنا لها وانا اسجيل ان اغلبيته هي الشباب يعني جيل جديد واغلبيتهم انا اعتقد ولدوا من بعد المسيرة بعد 75 بعد ما نطالق المسلسل للصراع ديال المغرب من اجل استكمال الوحدة التورابية ديال وبالربما البعض فيهم ربما يكون تزاد حتى من بعد نسحاب المغرب من منظمة الوحدة الافريقية هذا تعكس بالنسبة لي واحد المثال واحد رسالة على ان الرأي العام المغربي والمواطن المغربي هو منخارط في الاهتمام بالشأن مصيره كمجتمع وكدولة هذا لابد نسجله انا اعتقد على ان ربما ما يعاب لابد من واحد القراءة نقديا نوعا ما ما يعاب على الفضاء العام المغربي حتى لا اقول فقط المجال للمجتمع المدني والسياسي والحزبي والنقابي والاعلامي الى اخر ولكن الفضاء العام المغربي ربما انه ما يعاب عليه انه لم ما يعاب ربما على صاحب القرار السياسي انه لم يتم اشراك هذا الفضاء العام ضمن هذه الدينامية الهائلة والغنية جدا والقوية جدا التي دشنها رمز الدولة المغربية اللي هو جلالة الملك دستوريا واحتى سياسيا الى اخره فبالتالي كان حسنا بحل كان واحد ديكالاج كان واحد للتفاوت بين قوة الدينامية ديال جلالة الملك مؤسسة الملكية وبين الفاعل السياسي والفاعل الجمعوي والفاعل المدني في الانخراط في هذا التوجه وفي هذه الدينامية هل هناك خصومة؟ ليست هناك خصومة بمعنى أن اليقين والقناعة الاستراتيجية هي واحدة لأنها هي قناعة وطنية السقف الذي تشتغل وتحته سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المجتمع هو واحد السقف ذي الوطنية وبالتالي أنه ربما وهذه فرصة وكان شكركم على هذا البرنامج هذه فرصة لإطارة الانتباه ربما على أن ما وقع في يوم الثلاثين من الشهر الماضي يناير في أديس أبابا ليس النهاية هو البداية هي بداية العمل أن العمل لم ينتهي بعودتنا فقط إلى الاتحاد الأفريقي أنا أعتقد أن المعركة الآن الحقيقية انطلقت وهنا في الحاجة إلى انخراط وإشراك الفضاء المغربي للمساهمة فهذه الدينامية الجديدة وهي دينامية استراتيجية قوية جدا وهي أنا أعتقد لا بد من نستطرع إلى واحدة المسألة إذا سمحت لي أخي الكريم أنها هي جاية في واحدة السيرورة ما وصل إليه الموقف المغربي اليوم القرار السياسي السيادي المغربي اليوم هو جاية في واحدة السيرورة هذه السيرورة تخلي إلى أن النموذج المغربي على الأقل هذه واحدة العشرين سنة ربما أكثر إذا سنبدأ من 94 اليوم وتعززها أكثر في العهد الجديد من بعد سنة 1996 أن السيرورة هي واحدة السيرورة ديال إعادة هيكلة دور المغرب وطنيا داخليا وفي فضاء المتوسطي وفي فضاء الإفريقي وأنا أعتقد أن من أهم القرارات الستراتيجية التي تم اتخاذها ضمن هذه السيرورة هو هذه العودة إلى إفريقيا وأنا أعتقد أن مستقبل المغرب هو في إفريقيا ربما لأن مستقبل العالم هو في إفريقيا شكرا لك أستاذ عبدالعلي مستور ما الذي أثار امتبعك في تصريحات وهذه المقتطفات من آراء الشارع وأيضا كيف تقيم مستوى اهتمام المجتمع المدني بشكل عام بهذا المسار إذن أولا هذه المسألة دي الإحساس دي المواطنات والمواطنين والمؤسسات الإعلامية والجمعيات المجتمع المدني والأحزاب بأهمية الحداث يعني وأهمية الجهد الذي بوديل والمسلسان اللي خضاه المغرب باش أنه مش يعود مستريا باش يعود عودة سياسية قوية المسؤولياته والحقوق والواجباته الإفريقية المؤسساتية لأنه كما شاركت الأستاذ سقط المغرب كان دائما في إفريقيا نحن دبقا ندعو للعودة المؤسساتية هذا كان جيد في رأيه وكان ملاحظ بأن الناس نوعية الاهتمام كانت حسب الاهتمام المطلوب للأسف الشديد أن الدولة المغربية لحد الآن اللي كتطلب من المواطن فقط هو أن يحتفيع بهذه الخطوات لحد الآن ما واضحش أنه الدولة المغربية عندها واحدة استراتيجية ديال التعبئة المجتمعية والانخيرات المجتمعية والمشاركة المجتمعية في هذه الاستراتيجية الهيكلية هذا لا داخليا ولا خارجيا بشكل عام نقدر نقوله بأن هناك مفارقة غريبة جدا لماذا ربما يقول البعض بأن ربما غابت المبادرة لدى بعض المجتمع المدني لدى الفاعلين ربما في أخذ المبادرة لا المبادرة موجودة بحدود الإمكانيات ديال المجتمع المدني العلاقات مع إفريقيا بالنسبة للفاعلين الجمعويين والمتقفين والإعلامين هيكينة والفاعلين الاقتصادين والأحزاب صحيح أنها محدودة هذا محدودة بحدود الإمكانيات بحدود الوسائل هذا مسألة وعود الدولارة هي أساسا مدورة بش أنها تقود الدينامية الاجتماعية بش أنها تنمي الدينامية الاجتماعية تحفزها فقم قلت في المغرب كان هذا المفارقة غريبة المغرب يعني تقريبا هذه حوالي عشرين سنة وهو داخل يعني في واحد المجهود الستراتيجي وهيكالي دي الإعادة بناء الاندماج الوطني وهذا هو اللي خلال المغرب يقوي الاندماج الجيوي لأن كل ما كانت عندك حاجة إلى تقوية الاندماج الوطني والدينامية الوطنية كل ما كانت ترفع كل ما كانت تسعى إلى تقوية تطوير علاقتك بمحيطك هذا دات مليكة بدأت تكبر ضروري كيولي عنده طالب على المحيط دياله مليكة تكون متقلسة ومنكميشة على نفسارة راكة تكون معداش طالب على المحيط دياله فإذن كما قلت هاد المسألة ما مواكبهاش واحد يعني البرنامج واحد المخطاط منتظم منضم مهيكل ديال المشاركة المجتمعية والشرط الأول ديال المشاركة هو التوعية هو التتقيف لأن من الأشياء الأساسية اللي مثلا نتابهنا لها كان هاتمام كبير ولكن كان معرفة قليلة بإفريقيا كما قلت الخطاب الموجي للخطاب يعني ديال الدولة حول هاد الحادث المهم ما محتاجينش نكررو هاد المسألة هو المطالب هو أن الناس يشجلوه كانت يصار كبير للمغرب نقطة لا هو واحد انتصار كان عتزوبي ولكن هو مسؤولي هو واحد المحطة في واحد المسلسان بدلوا المغرب هذه من ألفين وجوج خصدروري نكون واعين به بأنه كان فيه جهد ودراسات وأبحاث وتواصلات ومتابعات ونقاشات وإقناع وتفاعل مع مصالح ومع حقوق وتطوير المعرفة بإفريقيا والمجال الإفريقي هذه مسألة أساسية والخروج من ردود الفعل تجاه الخصوم إلى الفعل وتجاوز سجن نفسنا بأن القضية ديالنا الوجودية هي الوحدة الترابية اللي هذه قضية مركزية ولكن المغربة عنده استراتيجية الوحدة الترابية جزء منه ومن اللي كيتفاعل مع الموحد دياله كيتفاعل كشاريك عنده طموحات عنده مقترحات عنده إضافة نوعية الموحد دياله عنده حاجة الموحد دياله وعنده قدرة يتفاعل هذه المسائلية اللي كانت خصة تبرز هذه المسألة مازال نقصع مع العلم أنه صحيح الفاعل المجتمعي سواء كان فاعل مدني أو حزبي أو نقابي أو اقتصادي مازال هجرته نحو الشمال هذا صحيح مازال احنا مقصرين جدا يعني في انتباء في عقلانات علاقتنا بالمحيط سنفتح قوس عن هذه النقطة تحديدا وكم سيتطلب من وقت للحديث أو لتغيير ربما البوصلة سيدة زكية سقطي إذا سمحت لي تبعتي الأجندة جندة القمة الثامنة والعشرين الاتحاد الافريقي وكانت جملة من الملفات مطروحة منها وفي صدرتها بالنسبة على الأقل ملف الاقتصادي خلق هذه المنطقة منطقة التبادل الحرة الافريقية مدور القطاع الخاص اليوم في أن يسجل مكاسب اقتصادية العودة بالفعل حققت مكاسب سياسية واستراتيجية أيضا بالنسبة للمغرب لكن على مستوى القطاع الخاص ومن ناحية الاقتصادية كيف يتموقع على المغرب ضمن مؤسس الاتحاد الافريقي منطقة الحرة القارية والافريقية التي تقررت من طرف رؤساء دول المنظمة الافريقية في 2012 والتي مقرر على أنها تخرج للوجود في أكتوبر 2017 قبل هذا الانضمام لرجوع المغرب إلى المنظمة الافريقية يمكنني نقول لك على أننا كمقاولين وكاتحاد العامل مقاولات المغرب اشتغلنا كثير على هذه الاتفاقية وكان عندنا واحد صعوبة كيفاش ندخلوه داخل هذه الاتفاقية كيف يستفيد المغرب من مثل هذا؟ أولا كيفاش يمكننا ندخلوه نكون طرف في الاتفاقية الآن مع العودة تغير تغير الأمر لأننا اشتغلنا لمدة من 2012 ونحن نشتغلوه مع الانتحاد المغرب العربي حاول كيفاش نخلقوه بحل يقتلكم قبيلا أننا حاولنا نشتغلوه كثير على خلق اتفاقية تبادل الحر للمغرب العربي لأننا كنا بما أن المغرب كان غايب على المنظمة الافريقية حاولنا أكثر ما يمكننا لأننا ندخلوه عبر تكتول جيهوي ولكن مع الأسف حتى تكتول جيهوي ما قدرناش نوصلولو فعودت المغرب للمنظمة الافريقية يعني ما تصورش يعني الاستفادة منه لأن هذا السوق الحر المشتركة يعني القرية عندها بعدها خمسة ديالزاكس اللي هي تتشتغل عليهم اللي هو الاستثمار الاقتصاد التجارة فد النزاعات التجارية الفلاحة وهذه بطريقة شمولية بطريقة متكاملة بشراكة مع جميع دول الأطراف فغياب المغرب كان ما يمكنوش يستفد بنفس الطريقة لأننا ما يمكناش نظنوه أننا يمكننا نشتغلوه بعلاقات ثنائية هذه المنطقة منطقة تتبادل الحر وفق الأجندة تدخل حيث تطبيق نهاية السنة الجارية نهاية في شهر هي محددة أنها تدخل حيث تطبيق في نهاية أكتوبر 2017 غير أن الآن يعني العوائق يعني كين دراسات اللي هي قائمة ومن ضمن العوائق اللي كيناء هو ضيق الوقت اللي يتحدد وصعوبة يعني لأن هذا مشروع كبير ما يمكناش نجزوه في هذا الوقت الوجيز لكن بشكل إجمالي رجال أعمال المغاربة المستثمرون مرتاحون لهذا التطور من طبيعة الحل والاتحاد العربي والاتحاد العام لمقاولة المغرب يعني سيشتغل عليه منذ 2013 مع كثير من المنظمات الدولية شكرا جزيلا أستاذ الحسن العسيبي تحدث الأستاذ عبدالعلي مستور عن هذا التفاوت لنقول بين ديبلوماسية نشطة ربما ومجتمع مدني ربما لا يوفر ذلك الذخم الكبير ولا تعويزه المبادرة تعويزه الإمكانيات تعويزه المعرفة إلى غير ذلك كيف يمكن أن نتجاوز هذا التفاوت أو نجسر ربما تعويزها كذلك حتى التقافة ما الذي أقصده بالتقافة عادة المجتمع المدني المغربي أو الإطار العام المجتمعي المغربي هؤلاء حزبيان، نقابيان، جمعويان، شبابيان، تقافيان، فنيان إلى آخره ربيناه على مدى عقود أنه يبقى يشوف فقط في الشمال هذا ما قاله الأستاذ المكتور هل من السهل من النحل الزمانية تغيير هذه البوصلة؟ هذا هو المشكلة نعضي مثال ما الذي نعرفه نحن فعلا عن أفريقي هذا المجتمع المدني ما الذي يعرفه فعلا؟ هناك فقر كبير في المعرفة ما الذي نعرفه عن أفريقيا؟ نحن ما زال لدينا تصور حول أفريقيا هو الصورة المهاجرين الذين يأتون من أفريقيا بمعنى أنها هي قارة المشاكل قارة الحروب الأهلية قارة المجاعات قارة التخلف ربما لا نعرف أيضا بينما الحقيقة هي غير ذلك الأفريقاء يعرفوننا أكثر مما نعرفهم تماما فبالتالي أنا أعتقد أنه ربما التحدي اليوم أمام دواتنا أمام هذا المجتمع المدني والمجتمع الحزبي والنقابي والشبابي وغيره والفني والرياضي كذلك أنه تحدي اليوم هو أنه يجب أن نبدو لمجهودا مع دواتنا لكي نعيد التصالح مع الحقيقة الإفريقية الحقيقة الإفريقية لا نجهلها نجهل مثلا على أنه مثلا حتى على مستوى الأرقام كيف تفضل سعدالي مستور ولا مدام السقاط حتى على مستوى الأرقام نحن نجهل الدولة المغربية اشتغلت بمؤسساتها وأجهزتها وطورت هذا الأمر وهذا واحد من الحسنات التي صراحة تسجل للدولة المغربية بخصوص على المؤسسة الملكية أنها اشتغلت لهذه المرة وهذا قوسا سأغلقه بسرعة اشتغلت هذه المرة ليس فقط بالنواية والعلاقات السياسية المحضة بل اشتغلت هذه المرة بالأطر وبالكفاءات هذه الأطر وبالملفات وبالمعلومات الدقيقة وأعطت النتيجة بمعنى أنها درست الأرضية درست المجال الإفريقي وبدأت تشتغل ليست أسيسا على النواية وعلى مجرد العلاقات مع المؤسسات السياسية لهذه الدول بل بدأت تشتغل مع المجتمع ما يفرزه على المستوى الاقتصادي من نخب ما يفرزه على المستوى المالي ما يفرزه على المستوى الأمني فبالتالي هذه الاستراتيجية هي مهمة المجتمع المديني تحدد اليوم ويجب أن يعيد التصالح مع إفريقيا من خلال معرفة حقيقة إفريقيا نعطي معلومات دالة مثلا كثير منك يجهل على أن تلوتين إفريقيا هم أقل من 35 سنة يعني طاقة العطاء كبيرة جدا هذا السن والقمة برمتها كانت ربما تحت شعار الاستفادة من العائدة الباشري مثلا نجهل بنسبة قطاع المقاولات ورجال أعمال المغاربة ربما من بين النقعة التي نجهل أنه اليوم هناك 350 مليون فرض ينتمي لطبق المتوسطة في إفريقيا وهذه 350 مليون من طبق المتوسطة هم الذين سيصنعون ويصنعون ليس فقط سيصنعون يصنعون التروى اليوم في إفريقيا وهم الذين سيصنعون مستقبل القارة الإفريقية من الذين عرفه كذلك عن علاقة إفريقيا بالعالم علاقتها بالصين علاقتها بالهند علاقتها بأمريكا اللاتينية وأساساً البرازيل علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى ما الذي نعرفه عن إفريقيا من إمكانيات أكاديمية وعلمية المستوى البحث الجامعي المستوى الإعلامي من أنجح التجارب الإعلامية المتقدمة اليوم في العالم هي التي توجد في إفريقيا بالخصوص في المجال الأنجلوسكسوني جربة غانا جربة تنزانيا جربة كينيا إلى آخره فبالتالي أنا أعتقد لأن من التحديات المطروحة على الجسم المغربي كمجتمع مدني باستقلالي عن الدولة وأنه يجب أن يعيد اكتشاف إفريقيا وأن يتصال أمع أفريقيا هي قارة المستقبل بالنسبة للعالم أيضا أكيد أكيد قبل أن أمر لأستاذ عبدالعلي مستور نتابع هذه العينة الثانية المركزة عن رأي الشارع بشأن عودة المغرب للإتحاد الإفريقي العودة المغرب أتت عن طريق معالجة مجموعة من الملفات المغرب كان عرفوا أن الانفتاح الذي ينتقل من سياسة الدفاع إلى سياسة الهجوم الذي يشرق إلىها الخطاب المالكي في مجموعة من المحطات أو الآخر خطاب في عاصبة السينيغالية كذلك العب عليها عدة ملفات منها ملفة الهجرة المهمة وكان حاضر في هذه القيمة كذلك أننا مغريب اليوم كنعتبرنا قوة إقليمية اليوم في القارة الإفريقية بلعلى مستوى العالم العربي كذلك أن المغريب اليوم يعني لاحظنا أن المجموعة من الاستثمارات ويعني الاستثمارات كان لا 혼자 أننا غيبا الجانب الاقتصادي للاحظوا اليوم أن المغرب يأتي في المرتبة الثانية في الاستثمارات للاحظوا أنه سيقوم ببناء عاصمة على مستوى جنوب السودان هذا الأمر ليس بهين عندما أعلن الجميع عن تلك العودة الميمونة للمكان الطبيعي للمغرب كعضوين كامل العضوية ضمن دول الاتحال الإفريقين وهذا دليل على نجاح السياسة الدبلوماسية الملكية الذي مفتئ يدافع عن حقوقه الترابية وعن علاقته الراصخة مع غرب إفريقيا وإذا كان المغفوظ الحسن الثاني قد صرح في خطابه الشهير لمنظمة حدوة الإفريقية بعد مغادرتها سنة 1984 قائلا إن الطاريخ سينصفنا في يومي من الأيام وسيرجع الأمور إلى نصابها فهنا نحن اليوم فعلا أنصفنا الطاريخ بالعودة الميمونة للحضن الإفريقي للدفاع عن مكاننا ولشغر كرسينا الذي ظل فارغا ولكي نثبت للعالم على أننا دولة السن والمسالمة المغرب قام بسياسة صادقة للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي فهو عاد بعد أن عزز موقعه الاقتصادي في إفريقيا سواء مع الدول التي كان لها موقف صديق من ناحية الوحدة الترابية أو حتى مع تلك الدول التي كان لها موقف عدائي تجاه وحدته الترابية فهو قام مثلا بمشاريع واتفاقيات هامة وكبرى كمثلا المشاريع التي وقعها مع جوبا بالنسبة للنقطة الثانية التي قام بها المغرب هو الجانب الاجتماعي تجاه المهاجرين الأفارقة حيث قام بتسوية وضعيتهم شيء الذي يعطي للمغرب تموقع اقتصادي اجتماعي تجاه الدول الإفريقية أستاذ عبدالعلي مستور ما الذي استرعى انتباهك في هذه التصريحات المواطنين كما قلت نحن نلاحظ المواطنين عندهم إحساس وعندهم توعي بالأهمية ديال الهدات وكانت توعي بأن وحدة جاء بناء نعلم جهود وجاء في واحد المسار تراكمي ولكن كمشار الأخ الأستاذ العسيبي والأستاذ السقاط أول حاجة أخص لننتبهه أنه لا الخطب الاحتفالي ولا واحد الخطب الذي يريد أن يختزل في هذه الخطوة بأنه الغاية منه هو الصراع مع خصوم الوحدة الترابية ولا واحد ضد الفعل الأطراف الدولية ولا اسميته هذا نهائيا خطب ليس سليما وليس مجديا ولا الخطب الذي يعتبر بأنه المغرب بالنسبة للإفريقية هو المنقذ المطلق إفريقيا اليوم تعيش تحولات كبرى ديمغرافية اجتماعية اقتصادية سياسية تقافية وهي محط جدب يعني التنافس جيوستراتيجي كبير كما شار الأخل حسن العسيبي يعني صيني هندي أمريكي فهذا داروا ننتبه لي أصحيح أن إفريقيا اليوم محتاجة التضامن لكل أبناء ديالها هذيك الشعار للجملة اللي قال جلال الخيماليك ديال العودة للبيت الإفريقي هي في حق الشعار يجب أن يكون مختلف الأفارقة أفراد ورجال أعمال ودول وحكومات وأحزاب وباحثين ومتقفين يجب أن يعودوا إلى البيت الإفريقي لكن قد تعلم بأن دور المجتمع المدني هو أيضا دور حيوي وإستراتيجي وإذا تابعت على امتداد السنوات الأخيرة المجتمع المدني لعب دور ربما يشكل محاك حقيقي بالنسبة للمغرب بالنسبة لقضية الوحدة الترابية تحدث عن المجتمع المدني الذي ربما ركبت عليه بعض الأطراف في الدول الأخرى في مناطق أخرى من أجل ربما عرقلات المصالح المغربية والجهود المغربية هنا أريد أن أسألك هل من السهل على هذا المجتمع المدني المغربي اليوم أن يتوجه إلى إفريقيا أن يتخلص من ذلك البعد المحلي الذي كان ربما مغرقا فيه أن يغير تلك النظرة من ذلك المجتمع المدني الذي يتلقى الدعم وربما من الخارج أو من الداخل من أجل استثماره محليا ومن تم الانطلاق نحو علاقات للتشبيك مع إفريقيا مع البلدان الإفريقية لنقل التجربة أيضا لا هذا صحيح هذا يجب ليس ممكن هذا يجب لأن الدور دي المجتمع المدني المجتمع المدني هو فعالية اجتماعية التعاول التضامن للمساهمة في استراتيجيات الوطنة بشكل حر ومستقل ولكن المساهمة في استراتيجيات فاليوم هناك الدعوة والطلب على دور المجتمع المدني على دور الفائل الاقتصادي على دور الفائل الحزبي على دور الفائل النقابي على دور الفائل التقافي على دور الفائل الإعلامي أساسي ولكن هذه المسألة رهينة بتحرير هذه الطاقة يجب أن ننتبه بكل صدق للأسف أنه داخليا ما زال ما كنش قابول بالأدوار دي الأحزاب ما زال ما كنش قابول بالأدوار دي المجتمع المدني ما زال ما كنش قابول بالأدوار دي الألم نقول أدوار يا أدوار لا يمكن أن تكون إلا حرة ومستقلة لا يمكن أن تكون إلا بهامش لمفاجأة لا يمكن مستحيل الفعالية دي المجتمع المدني دي الأحزاب دي النقابات دي الإعلام ما يمكنش تكون إلا بها مش كبير ديال المفاجأة المؤطرة بالمشروع الوطني بالدستور بالقوانين إلا ما كانش الحرية والاستقلالية أو المسألة الثانية والتأهيل إلا كان اعتبره هذا الدور الأساسي يجب أن يؤهل ومن يكن تكلم عن التأهيل المعرفي لأننا سنتكلم عن المغرب فاتشي ديالإفريقيا نحن نمتلك مركز واحد للدراسات الإفريقية ولاحظنا ونحن نتابع الإعلام أنه تقريبا الأطر الوحيدة الذين كانوا يتكلموا عن معرفة عن إفريقيا هم الأطر ديال المركز ديال الدراسات الإفريقية باقي الفاعلين مع كل تقدروا الاحترام كيف يتكلموا بدون معطاية على إفريقيا فإن الجهد المعرفي والجامعي هو أساسي لتقوية الجهد ديال الفاعل الاجتماعي والفاعل الاقتصادي والفاعل الحزبي نكمل هذا المسألة الأخرى يجب اليوم توفير بقانونية أساسية يخص المغرب يسمح بتأسيس المنظمات الدولية باش المغرب لأنه يقوّل حضور ديالنا مدنيا دوينا على التأهيل ديال المجتمع المدني وتحميلوا الأدوار دياله وأنه يكون مبادل ولكن يخص المغرب يكون قبلة ديال العمل المدني يخص يكون تشريعيا وقانونيا يسمح بتأسيس المنظمات الدولية هذا ما زال ما كانش في المغرب يخص يكون المغرب قبلة لللقاء والتواصل ديال الفاعل المدني الإفريقي ودى المبادرات المغرب يخص يكون نموذجي لأنه في المجتمع المدني النموذج والقدوة هو اللي يفرض نفسه في المغرب يخص يزيد يقوّل جريبة ديال المجتمع المدني على مستوى الحريات والاستقلالية وعلى مستوى المشاركة والفعالية راح نليحدي الآن في المغرب أكثر من ثلاثة وتسعين في مئة ديالجمعيات المغربية هي جمعيات محلية بدون كفاءة بدون إمكانيات بدون وسائل كتعاني بشكل كبير من الفترة هذا هو الواقع أن تكون في الحوار الوطني للمجتمع المدني هذه نقول للمعطيات فيجب إلعدنا طلب على المجتمع المدني هو المجتمع المدني يتحمل مشؤوليته ولكن خص الدولة إذا تعتبر الدور دياله استراتيجي يكون مكان واضح في استراتيجي ديالدولة فما زال بغيت نعود نأكد اليوم اليوم هناك مفارقة كبيرة هناك تردد في القبول بالمشاركة السياسية وبتقوية الأحزاب وبتقوية النقبات والجمعية وتقوية الإعلام الحر والمستقل وما بين أن المغرب اليوم وهذا أساسي ونعتزو به وهو الدور ديال الدولة وما بين انخيرات الدولة في التزامات قوية وطنيا ودوليا هذه الفجوة يجب أن تجسر ببناء مشروع وطني متكامل لا يمكن يكون إلا مشروع الديمقراطي لهندسلي الدستور هناك أدوار متعددة فاعلين متعددين كتكامل أدوار دياله لا يمكنك تنازع الأدوار ولا يمكنك ننجحه إلا ما عبقناش كل الأدوار وإلا ما تشاركش الجميع وحسبنا الجامع حيندك وهذا هو النموذج اللي محتاجة لإفريقيا اليوم إفريقيا محتاجة لنموذج ديمقراطي قوي هذا هو اللي غي قوي مكانتنا في إفريقيا وغي خلينا نكون قويين تاوأمام الخصوم ديالنا واضح قبل أن أمر لأستاذة زكيس قاط فضل أستاذ العصيب أنا فقط إلا قدروا عن كونستا دياليو كيف تقولوه بالنسبة للفعالية ديال هذا المجتمع المدني المغربي أو الفضاء المغربي العملية المستقلة عند دولة يعني حزبيا نقابيا جمعاويان إلى آخره في إفريقيا إلا قدروا هذا الكونستا دياليو ألقوا على أنه محدود في فضاءات أو في إطارات مازالت ضعي يعني محدودة جدا مثلا الشيق الديني تلقى ولأنه من يمكن أن نقول الشيق الديني أي الزوايا التي لها دور امتداد لها دور هو امتداد تاريخي ولكن لها دور الآن مندرج ضمن أفق وطني لا بد أن نعترف بذلك وننتز به مهما تفقنا أو اختلفنا مع مع هذا التوجه المؤسساتي الجمعوي الديني فبالتالي عندها واحد دور اللي كتخلي على أن الصوت المغرب هو واصل إلى الطبقات الاجتماعية الإفريقية هذه شريحة مهمة إلا انتقلنا الإطار الحزبي كالقوع لأنه خارج الأحزاب للحركة الوطنية أساساً الاستقلال والالتحال الشراكي والتقدم الشراكية لكين آليات دولية انخارطين فيها في علاقة دولية وضمنها العلاقة مثلاً الأممية الإفريقية والأممية الشراكية الإفريقية تلقى على أنه هناك صوت المغرب واصل وواصل بمستويات مؤترة ومحترمة حتى في بعض القلاع وهي مناوئة المغرب لحسابات مثلاً جنوب فريقيا وغيرها في الاتحاد الإفريقي اليوم هل المجتمع المدني يعي بالمكانة التي يمكن أن يأخذها وأن يؤثر بها من داخل الاتحاد الإفريقي نتحدث عن المادة الخامسة المادة الثانية والعشرين من المام من داخل الاتحاد الإفريقي كله يضع إطار لهذا المجتمع المدني الاتحاد الإفريقي نفسها لا تسمحوا بهذا ومجتمع المدني يجب أن يبادر بهذا ولكن ما زال أن أكد الدولة يكون عندها وعي بهذه المسألة بالمشاركة المشاركة هي اقتصام السلطة اقتصام القرار اقتصام الإمكانات اقتصام المعلومة هذه مسألة أساسية لكن المجتمع المدني أيضاً لماذا؟ أين هي المبادرات؟ أين هي القيادات داخل هذا المجتمع المدني من أجل المبادرة لأن الوقت لا يرحم في نهاية المطار هذا هو اللي قلت للأسف أنه التربية السلوكية التنظيمية اللي كانت عندنا فيما قبل مغربياً كانت دائماً منفتحة على الشمال أستاذ السقط تحدثنا قبل خارج التسجيل لما تحدثنا مثلاً أعطتنا نموذج وكان أظن أنها مؤهلة أنها الدولة في هذا الموضوع أكثر أحسن مني وأفضل مني لما تحدثت مثلاً تقدرت مقارنة بين الأوروبيين والأفارقة وبصوصنا المغاربة لما تحدثت على الغرف الغرف للتجارة والصناعة الأجنبية مثلاً تلقى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في دار البيضاء والغرفة التجارية الألمانية والغرفة التجارية الإنجليزية وغيرها هذو هما اللي تعتبروا الأدوات للاختراق للدفاع على المصلحة الوطنية للبولدان ديالها مغربية نحن الغرف للتجارة والصناعة المغربية دعني أطرح هذا السؤال لا تقوم بهذا وش هي واعية به وش هي مدركة لأهميته وربما سؤال أكثر أهم وهذا ربما لا سنحتيلي لم يجب أن نطول يجب أن يحتينا لشيء آخر ربما لنربط بما قاله السعب العليم ستور حتى الآلية الديمقراطية الانتخابية ديال تكوين هذه الغرف المغربية هذه الغرف التجارة والصناعة رخصي واللي مستحضر على أنه نحن في حاجة ليس إلى الزبناء السياسيين نحن في حاجة إلى الكفاءات الوطنية لأن كين كفاءات وطنية في الرأس مال المغربي لخصها تكون واصلة إلى المسؤولية ضمن هذه الغرف اللي بها هي وحدة من الأدوات وحدة من الأدرع اللي بها قد يختار قناة إفريقيا في هذا النقطة تحديدا ما الذي يعيق الفاعلين الاقتصاديين التمثيليات الاقتصادية للمغرب أن تكون موجودة في الخارج أن تعرف بالمغرب بإمكانيات المغرب بالثقافة المغربية بالقوانين بالترسانات التشريعية أولا بحالي شارلو الأستاذ التعريف تعريف شيء مهم جدا الدول الأوروبية والألوكسيدان بصفة عامة يكون عنده غرف التجارة والصناعة بحالي تنشاهدهم في المغرب يعني متكاملين فيهم جميع الوسائل بما فيهم الجمروك كتطب حتى أنا جانديا الجمروك متواجد وديا البوليس يعني اختصاصات كلهم متواجدين نحن الغرف التجارة لدينا عندنا أولا غرف التجارة جهوية مغربية سياسية محدة ستسمحي لا أعطيت هذا تقييم ما عندهاش ماشي مقيدة بواحد البرامج اللي هي برامج تنموية لها إمكانيات؟ عندها إمكانيات من طبيعة الحال عندها إمكانيات وتستفد لو من ذاك الإمكانيات البسيطة اللي عندها ما عندهاش غرف تجارية ولا خارج المغرب خارج المغرب تنوجده في السفارات يعني شخص واحد اللي هو تيمثل لاتاشي إيكونوميكا وغالبا الملحق الاقتصادي وغالبا هذا الملحق الاقتصادي يعني ما تيكونش تيقوم بالأعمال دياله كملحق الاقتصادي وكشخص واحد ما يمكنش يقوم بجميع الأعمال بالنسبة لهيئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب هي مهتمة بربما تكريس وجود ما في عدد من العواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب شنو هما الأليات اللي عنده الأليات اللي عنده هو أنه عنده يعني مجالس مجالس رجال أعمال مجالس رجال أعمال اللي تيكون فيها واحد النخبة من رجال أعمال من المغرب من المغرب ومن الدولة اللي سيدير معها داك المجلس وهدوك داك المجلس يكون عندها في البرنامج ديالها أولا التعريف بالاقتصاد ديال المغرب بقواني المغرب يعني بترقمه سبادة بالاستثمار بصعوبة الاستثمار بالمشاريع ديال الاستثمار الآنية بالطلب المغرب في المشاركة إلى آخر يعني في الخبرات يعني في جميع الميادين يعني تيشتغلوا على هذا بالنسبة لأفريقيا يعني في هذه السنوات الأخيرة الاتحاد الأهم لمقاولات المغرب عنده الآن 16 ديال مجالس التعاون مجالس الأعمال في أفريقيا في بعض دول أفريقيا أغلبها كنت أعتقد في المنطقة الأفريقية الغربية أغلبها في منطقة أفريقية الغربية والفرنكوفونية لا لا ماشي في الغرف الفرنكوفونية أحتفظ هل بالنسبة لألتحاد العام لمقاولات المغرب والمستثمرين بشكل عام المشكلة الثقافية اللغوية تشكل ربما هاجس شيئا ما ولكن ماشي هاجس يعني عائق قاطع يعني تنجوز تتكيفون معهم من طبيعة الحل أستاذ عبدالعلي مستوف أولا أنا أريد أن أشير بأن المجتمع المدني في الدول الأفريقي ومجتمع مدني نشاط وتجربة المدنية الأفريقية غنية جدا خاصة محليا على مستوى التجربة الرائدة تنمويا وحقوقيا وإعلاميا في الإعلام المدني وعلى مستوى التشبيك وعلى مستوى الترافع من أجل خصوص الحقوق اليومية دي المواطنات والمواطنين الأفريقية في الدول هناك تجربة غنية جدا جدا ورائدة مدنية وفي أحيان كثيرة لها درجة عالية من الاستقلالية وهناك تجربة متقدمة أيضا لا متقدمة جدا ودرجة عالية من الاستقلالية ومن الحرية خاصة في العمال التنموي والتضامن وفي العمال الحقوقي وفي العمال الديمقراطي كذلك ثم الجمعيات الإفريقية هي في أحيان كثيرة أجود من حيث التموقع ديالها دوليا ومن حيث الترافع ديالها دوليا من الجمعيات المغربية خاصة في المنطقة الأنجلوسكسولية بمعنى الآخر المجتمع المدني المغربي مؤهل لأن يستفيد أيضا لا أكيد لا هو من يكن تكلمه على إفريقيا يكن تكلمه على إفريقيا التي سيربح معها المغريب لأن هذا جارك هذا الفكرة ديال أنه رأى صعيبة رأى تل مغريبي باش يتملك هاد استراتيجية وينخارط فيه وقتناع بها رخصنا نتابه لي بأننا إحنا محتاجين لإفريقيا بقدر ما يأوحنا محتاجين لها أكتر محتاجين لها فقط باش أننا ندافع الوحدة الترابية هذا حق قضياننا لا محتاجين لها لأن المغريب اليوم باش يقوي نموذجه التنموي باش يقوي نموذجه الديمقراطي باش الدولة المغربية باش الاستقرار المغريبي الانسجام المغريبي النمور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تنمية المواطنة المغربية رأى هنا بالموحيط رأى بحال فدارك انتا واش كين شو واحد كيس قوة بلا ما يقوة علاقته بجيرانه ليسا كل حداه اللي كي ركمعه في الطاكسي والطوبيس اللي كي تقدم عنده اللي كي الدواء عنده اللي كي صوب عنده تنجرت وتحدت رأى هذه شجيران هذه القارة هدو ما باقي الدول وباقي الشعوب ناهيك على هذا افريقيا أراها 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 هي اللي فيها الجذور ديانما انت متفائل لا جيك جياسا إلى لنقل التشخيص الذي وضعته للمستمع المدني لا علشه أنا متفائل لأن الخيار المغريب الآن خيار تاريخي ما معنى خيار واقعي خيار منسجي مع منطق التاريخ ثم لأنه خيار عقلاني خيار كيمشي كيتفاعل مع اللاجوندات ديال الدول الإفريقية مع أولوياتها مع إمكانياتها ومع الحاجيات ديالها ولأنه حضور مسؤول وجدي كيمشي بمقترحات ما كيمشيش باش يطرح المشاكل على الباقي الدول أو التشكي كيمشي باش يطرح مجال ديال التعاون المتبادل لقصنا فقط هذا العقل المغربي يعني العقلاني والواقعي والمؤسساتي اللي كين كيشتغل خارج المغرب واللي يخدم في الميلة الأفراقي هذا العقل خصوك كذلك يكون هو العقل اللي كيشتغل في الداخل هو العقل اللي كيشتغل تفت داخل مقويناش لمؤسسات ديالنا السياسية ومقويناش لمؤسسات الاجتماعية ومحررناش الدينامية الاجتماعية ولمشاركة المجتمعية هذا وليل يا أخيف منه أنا أما اليوم لعدى الخيار ديالنا سلي الإمكانيات عندنا عندنا ملكية منخريطة مسؤولة عقلانية الدولة دينا منخريطة عندنا فائلين اقتصاديين منخريطين عندهم كفاءات عندهم تركمات عندهم طموح عندنا فائلين إعلامين لا عندنا الإمكانيات اللي في المغرب ما زالك يعوزنا بكل صدق هو واحدة رؤية وطنية منسجمة كتأمن بأن هذه أدوار متكاملة ما زالك نأكد على هذه القضية هذا باش نكون صريح هذا الفيروس اللي بدأ يصيب الجسم دي الوطن المغرب كوطن والمغرب كدولة دينا أن هناك تنازع دي الأدوار وهناك تناقض دي الأدوار وبأنه باش تقوى مؤسسات يجيب إضعاف مؤسسات وباش نقوى أدوار خسنا نضعف أدوار هذا هو اللي قتل إذا لمشينا في تكامل الأدوار على أساس كنقولوا تكامل المسؤوليات إحنا كذلك كمجتمع مدني مغريبي إحنا مسؤولين مسؤولتنا في إفريقيا هي جزء من المسؤولية الوطنية واضح شيئا وهذه علاقة تكسدي من أهل نفسنا نبادروا ونكونوا حاضرين ولكن في واحد المحيط تكاملي كيف نجعل من هذا العودة حدث ممتد في الزمن بالنسبة للفاعلين المدنيين وليس فقط مناسبة للاحتفال أنا كنت أعتقد أخي أن الخطاب الملكي في أديس عبيبة اللي هو خطاب تاريخي ومرجعي أنا كنت أعتبر هو وحد الرؤية مرجعية مهمة وهذا ماشي كلام مناسبات هذه حقيقة سياسية حين يكون هناك شيء فيه أفق وطني استراتيجي يجب أن نلتقط الرسائل بشكل جيد نعتقد أن الخطاب الملكي في أديس عبيبة رفع البارة رفع البارة وبالتالي أنه ربما الكرة الآن هي في الملعب ديال كيف ما باش نعبو عنشيني باش نكمل ما تفضل بي وأنا أتفق معه تماما صديقي وأخيها السعب العليم ستور أنه الآن خاص البيت المغربي الداخلي يكون في مستوى القوة اللي تأهله يكون في مستوى هذا الأفق اللي مشافيه الخطاب الملكي ديال أديس عبيبة وهنا في نتعزيز دور المؤسسات أنا كان أعتقد أنه فعلا المغرب الآن نراه في مفترق طرق بمعنى من المعاني في مفترق طرق من أجل حماية المؤسسات في المغرب حماية دور المؤسسات في المغرب كل مؤسسات لأنها كل أدوار أدوار هي ليست في تنازع بل هي في تكامل خصناً يخصيون لهذا اليقين أنا أعتقد على أنه المغرب وقلتها قبيل لما قلت أنه رأى العودة ديال المغرب إلى الاتحاد الإفريقي رأى ما خصناش نشوفها لأنه واحد العودة هي معزولة وما هي محصورة فقط في سؤال الوحدة الترابية لأن هذا حقه مكتسب وهذا يقين ديال الشعب المغربي وليس فقط ديال الدولة أو ديال المؤسسات السياسية المغربية هذا مشروع ديال المجتمع المغربي وديال المشروع المغربي وهنا قوته رأى صلابة الملف المغربي فيما يرتبط بالوحدة الترابية والخصوم يدركون هذا أكثر من الأصدقاء أن صلابته هي أنه مشروع ديال الشعب المغربي لا نكمل واحد الفكرة رجاء لأنه قلت أنه ضمن واحد الصيرورة هذه الصيرورة تبني واحد النموذج ديال المجتمع المغربي جديد هذا النموذج ديال المجتمع المغربي الجديد رغم الأدوار اللي خصوة يلعب على المستوى الإفريقي هو نقل وتعزيز بعد تجربة المغربية السياسية على المستوى الجهوية على مستوى بنية التنظيم على مستوى قوة الحضور الفاعل السياسي حزبيا ونقابيا وجمعاويا وغيره نقل هذه التجربة إلى إفريقيا ونسج العلاقة ونسج العلاقة مع هذا النسيج لتفضلتي بيبي جويلا النسيج المجتمعي المدني الإفريقي لوفعا قوي ونضف فقط إضافة بسيطة هو دور المرأة في إفريقيا قليلا ما ننتبه إلى دور المرأة في إفريقيا المرأة لها واحد الضور هائل جدا في صناعة القرار التنموي والسياسي لم يسبق الكثير من الوقت شكرا لك أستاذة زكية كيف يمكن للقطاع الخاص للمستثمرية تستفيد من عودة المغرب للاتحاد الإفريقي من الفرص التي تتيح هذه المؤسسة وأن ربما يعبد الطريق للمجتمع المدني أولا خلصنا نعرفه لأن المغرب بحاجة قوية بحال اللي قالوا الإخوان إلى إفريقيا المغرب عنده ضيق الأسواق يعني الآن لما كتشد علينا أوروبا في واحد الميدان كسبوا رصنا أنا كنضم الآن مع إفريقيا ومع المنظمة الإفريقية ومع انضمام ومعهد توجه دي المغرب لإفريقيا يعني يشوف غير بالنسبة للمعاهدات ديال الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي يعني وجدنا نفسنا الآن عندنا واحد الشجاعي يمكن أكثر على أننا ننواجههم بواحد الحقيقة أنه لم يبغوش المواد ديالنا يعني كان أكثر من دولا وتابعنا البلاغ الذي صدره وكان قوي كانت له واحد القوة اللي يريدنا نعرفه جميعا هو أننا لازم يكون عندنا واحد توجه توجه لإفريقيا لأجل واحد تنمية شاملة داخل إفريقيا بحل يقال جلالة الملك لأن هذا هو الحل الوحيد اللي غد يمكن الإفريقيين أنهم ينضموا معنا وعندنا هذه القدرة هذه حتى بالنسبة للشركة الصغراء والمتوسطة مشغل الشركة الكبرى لأن الشركة الصغراء والمتوسطة المغربية الآن يعني كتوفر على واحد التقنيات في المجال التحويلي وفي عدة مجالات اللي تيمكن لنقلة الخبراء المعرفة السوق الإفريقية لا تطرح مخاطر بالنسبة لهذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تطرح مخاطر ولكن هذه المخاطر هذه كيمكننا نشتغل عليها لا يوجد مجال وقطاعات من دون مخاطرة بدون مخاطرة هذه غير موجودة المخاطرة موجودة ولو داخل البلاد لمشروع واحد إذن تخصنا كل أننا نتعاملوا معها بعقلانية بوحدة استراتيجية رسالة واضحة شكرا جزيلا لك في بضعة ثواني هل نتمثل بشكل سليم من تماءنا الإفريقي اليوم؟ لا أنا كما قلت هتمتول هذا مبدئيا موجود هذا الوعي ولكن يجب أن يوم مأساس باش يتمأسس معرفية اليوم يجب تقوية المعرفة دينا بالإفريقية بل المغريب خصوية يتمح يكون إحدى المنصات الجامعية لمعرفة إفريقية والتعريف إفريقيا ولتواصل العلماء والباحثين والجامعية الأفريقية المغريب خصوية اللي باش يكون عضو نموذجي اليوم احنا أعضاء وكينا مرجعية دينا للعضوية هي القانون الأساسي وميتاق الاتحاد الإفريقي وميتاق يتقاطع بشكل كبير مع الدستور المغريبي مع قواعد الدستور المغريبي فهنا نكون المغريب تحت دينا المطروع لنا الآن احنا مارسنا حقنا ومسؤولتنا يعني في العودة للتحاد الإفريقي واش نغنونيو العضو النموذجي الذي يستقطب طموحات وانتظارات جل فائل للأفارقة إذا نخص منصة جامعية دي التعاول الجامعية الإفريقي منصة دي العمل المدني الإفريقي المغريبي الامرجاعي منصة دي العمل إعلامي الإفريقي تكامل هذه الأدوار هذه وممكنني صفرأيshelf بالبناء الوطني والبناء الإفريقي وأصداد دائم فيمستور رئيس منتدى المواطنة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ الحسين العسيب الإعلامي والكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك على مشاركتك والأستاذ الزكية السقاط عن الالتحاد العام لمقاولات المغرب شكرا جزيلا لك على كل هذه المساهمات المسرية وشكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة إلى اللقاء